بسم الله الرحمن الرحيم أحبة في الله القلب قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب دعوني أتأمل معكم بعض الأسرار العلمية التي كشفت حديثا من خلال الباحثين الأمريكيين في هذا المجال وجدوا تطابقا كاملا بين العلم الحديث وبين الحديث النبوي الشريف دعونا نتأمل لقد وجد العلماء في مركز رياضيات القلب أن القلب يؤثر على الدماغ ويوجه الدماغ في عمله وأن للقلب مجالا كهربائيا أقوى من المجال الكهربائي للدماغ بمئة مرة وقد لاحظ العلماء من خلال عمليات زراعة القلب أن هناك تغيرات جذرية تحدث في شخصية المريض بعد إجراء زراعة القلب والنتيجة أن القلب يفكر ويعقل ويتذكر ويفقى كما أثبت العلماء أن القلب يصدر أوامره للدماغ وأن القلب يحوي خلايا عصبية معقدة جدا تسمى دماغ القلب وله دور أساسي في الفقه والتفكير والإدراك الله عز وجل قبل أربعة عشر قرنا قال لهم قلوب لا يفقهون بها تأملوا معي أيها الأحبة الدقة العلمية في هذا الكتاب العظيم لهم قلوب لا يفقهون بها نسب الفقه للقلب وليس للدماغ وقال في آية أخرى أولم يسير أفلم يسير في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها انظروا التطابق بين العلم الذي يؤكد الدور الكبير للقلب في توجيه الدماغ والفقه والإدراك والعقل وبين ما جاء به القرآن قبل أربعة عشر قرنا قلوب يعقلون بها سبحان الله بالله عليكم ألا تشهد هذه الآيات وهذا الحديث النبوي العظيم على صدق رسالة الإسلام والحمد لله رب العالمين حتى يتبين لهم أنه الحق